موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب ربع ابتدائي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكنيكت فور ومعدنا النهاردة مع الدرس الخامس والسادس من يونت 9 طيب زي ما انتوا شايفين قدامنا عندنا بيرس داي بارتي كارد اللي هو ايه اللي هو كارت تعيد ميلاد كارت تعيد ميلاد اللي هو invitation او دعوة لعيد ميلاد بيكون الدعوة دي او الانفتيشن مكتوب فيها ايه مكتوب فيها you are invited you are invited يعني انت مدعو يبقى الverb invite يدعو invited يعني انت مدعو please join us for birthday party يعني من فضلك انضم دينا في حفلة عيد الميلاد يبقى الانفتيشن كورد بيبقى موجود في ايه بيبقى موجود في ان في شخص بيطلب مني ان انا اجي احضر مناسبة معينة وهنا المناسبة ايه birthday party او حفلة عيد ميلاد اول حاجة عندنا في الكلمات كلمة invitation 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 يعني دعوة ودي جاية من الفرب زي ما قلنا invite يعني يدعو invite يعني يدعو invitation يعني دعوة بعد كده عندي information information يعني معلومات information يعني معلومات birthday party يعني حفلة عيد ميلاد birthday party يعني حفلة عيد ميلاد missing 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 يعني ضائع او مفقود missing يعني ضائع او مفقود بعد كده عندنا extra vocab زي كلمة list 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 يعني قائمة list يعني قائمة يعني اما اجي مثلا اعمل اكلات معينة فبعمل لها ايه؟ بعمل لها list او قائمة sports day sports day sports day يعني يوم رياضي sports day يعني يوم رياضي بعد كده عندي road road اللي هو الطريق guest guest اللي هو ضيف guest يعني ضيف بعد كده عندي كلمة address 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 يعني عنوان وياريت نفرق ما بين address و dress او address اللي هو الفستان address double d انما dress d واحدة بس بعد كده عندي the whole class the whole class the whole class يعني الفصل كله او الصف كله اوكي musical chairs musical chairs ودي طبعا اخدناها قبل كده اللي هي لعبة الكراسي الموسيقية musical chairs بعد كده فيه كلمة games games العاب games يعني العاب طيب تعالوا نقول مع بعض الكلمات مرة تانية list sports day road guest address the whole class musical chairs games طبعا الكلمات المهمة جدا اننا نحفظها بعد كده هنروح لايه يا حلوين هنروح لتصرفات الافعال اللي تعودنا ناخدها في كل درس عندي الافعال regular او المنتظمة والirregular اللي هي غير المنتظمة طيب عندي ايه في regular عندي اول حاجة invite اللي احنا تكلمنا عنها invite يعني يدعو وطالما منتهية بالإيه هضف لها دي بس هتبقى ايه هتبقى invited invite invited طيب celebrate celebrated celebrate celebrated نفس الكلام منتهية بالإيه بعد كده عندي remember 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 يعني يتذكر الماضي remembered يعني تذكرا hope 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 يعني يتمنى الماضي hoped hoped يعني تمنى prepare يعني يجهز او يعد الماضي ايه الماضي prepared prepared يبقى نقول invite invited celebrate celebrated remember remembered hope hoped prepare prepared طيب يلا نروح لي irregular أو الغير منتظمين أو الverb عندي come اللي هو يأتي أو ييجي يعني الماضي came wear يرتدي war wear war bring bring يحضر الماضي brought brought احضر eat ate eat ate no new ممتازين جدا حبيبي وبعد كده نروح يا شاطرين دي التعبيرات المهمة وحروف الجر المهمة اللي هي important expressions and prepositions اول حاجة عندي expression see you then see you then لما اجي اكتب لتر او خطاب اكتب في اخره see you then see you then يعني اراك لاحقا يبقى see you then اراك لاحقا بعد كده be ready to be ready to كن على استعداد لي be ready to كن على استعداد لي لان كلمة ready يعني يستعد او مستعد it will be fun يعني سوف يكون ممتعا it will be fun سوف يكون ممتعا ودي حاجة ايه توقع في المستقبل i hope you can come يعني اتمنى انك تقدر تيجي i hope you can come تقدر تيجي ودي طبعا في الخطاب برضو او في الانفتيشن الدعوة please come to يعني من فضلك تعالى لي وبعد كده هقول ايه هقول الحاجة اللي المفروض الشخص يروح عليها please come to يعني من فضلك تعالى لي تمام كده بعد كده يا شاطرين هنروح لمثال لي الانفتيشن كارد او الخطاب الانفتيشن كارد اللي هو كارت الدعوة او الخطاب فعندنا واحد باعت رسالة لمين لأحمد فبيقول له دير احمد دير احمد دير دي بنبدأ بيها الخطاب او بنبدأ بيها الانفتيشن اللي هي عزيزي احمد I'm having a birthday party next Thursday at my home او at my house طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه شخص بيكلم احمد فبيقول له اننا عندنا حفلة عيد ميلاد الاسبوع اللي جايه وتحديدا يوم ايه؟ يوم Thursday الخميس المقبل at my house يعني في منزلي can you come? can you come? ده سؤال معناه من فضل يعني تقدر تيجي؟ I'm inviting the whole class so all our friends will be there يعني انا دعيت كل الفصل او كل الصف ولذلك كل اصحابنا هيكونوا هناك I want to play some party games وانا عايز ألعب بعض ألعاب الحفلات so bring some music so we can play musical chairs وهات معاك موسيقى يعني اسطونات موسيقية مثلا او آلات موسيقية so we can play musical chairs يعني نلعب الكراسة الموسيقية معناه كده هات معاك ايه؟ هات معاك اسطونات موسيقية بعد كده بيبدأ يدي له تفاصيل party او تفاصيل الحفلة زي ايه مثلا؟ زي امتى؟ زي فين؟ زي تلبس ايه مثلا؟ او الحاجة when؟ يعني هي امتى؟ قال له Thursday August اوكي 12 يعني يوم الخميس 12 اغسطس what time؟ الساعة كام يبقى هدى كده اول حاجة اداله ايه؟ اول حاجة اداله امتى؟ اللي هو اليوم قال له يوم الخميس 12 اغسطس what time؟ يعني الساعة كام؟ 3 pm 5 pm يعني from 3 pm to 5 pm يعني من الساعة 3 لحد الساعة 5 where where يعني اينة where اينة فبيقوله المكان فبيقوله ايه؟ 12 then you wrote my house يعني 12 then wrote ده بيكون البيت بتاعي next to the library يعني بالقرب من المكتبة what to wear what to wear يعني تلبس ايه؟ something blue يعني يلبس حاجة زرقه يبقى كلهم كده بيلبسوا ايه؟ كلهم كده هيلبسوا blue فبيقوله something blue اي حاجة blue بعد كده بيديلوا ايه؟ بيديلوا الرقم اللي هو رقم الفون بتاعه وال r vs di عبارة عن اختصار لكلمة فرنسية معناها من فضلك ايه؟ من فضلك رد علي او ارجو الرد واخيرا ختم المسج بتاعته ب اتمنى انك تقدر تيجي بقى زي ما قلنا لما يكون عندنا او دعوة بنكتب في اول حاجة يعني عزيزي وبعد كده الشخص اللي احنا هنبعط له الحاجة دي وبعدين هنقول المناسبة اللي عندنا ومكانها التفاصيل مكانها وامتا وبتبدأ امتا وبتنتهي امتا وبعدين بنتدي له العنوان واخيرا هنقوله ايه واخيرا هنقوله يا ريت تيجي او نتمنى انك تقدر تيجي بعد كده يا شاطرين هنروح لي non-fiction reader non-fiction reader دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن شخص اسمه نانوك تعالوا نشوفوا اول حاجة عندي كلمة aglow aglow اللي هو كوخ الاسكيمو ده عبارة عن كوخ على شكل ايه؟ على شكل قبة كوخ على شكل قبة مصنوع من ايه؟ مصنوع من الجليد او معمول من الجليد اسمه ايه؟ اسمه aglow aglow نقول مع بعض aglow aglow كوخ الاسكيمو كوخ الاسكيمو يعني كوخ او منزل خاص بي الناس اللي بتعيش فيه الاماكن البردة جدا او الاماكن اللي فيها تلج اسمه aglow aglow dog sleds زي ما انت شايفين شكلها دي عبارة عن زحافة ثلجية يجرها الكلاب يعني ايه زحافة ثلجية؟ يجرها الكلاب يعني عبارة عن عربة بتشدها ايه؟ بتشدها ال dogs او الكلاب وبتمشي على التلج تمام؟ اسمها dog sleds بعد كده عندي boots 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 اللي هو البوت او الحزاء الشتوي الطويل اللي بيحمينا من التلج بعد كده عندي ice hockey ice hockey ice hockey اصلاً hockey هي لعبة الهوكي طيب ice hockey عبارة عن لعبة الهوكي الجليدي يعني اللي بنلعبها على التلج اسمها ايه؟ اسمها ice hockey بعد كده عندي كلمة ايه؟ عندي كلمة polar polar pair polar pair polar pair يعني الدب القطبي وده نوع من الدبابة وبرده بيعيش في الاماكن الجليدية اسمه ايه؟ اسمه polar pair polar pair ممتازين حبيبي بعد كده عندي كلمة tent 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 اللي هي الخيمة tent يعني خيمة اوكي؟ بعد كده عندي snow mobile snow mobile snow mobile يعني زحافة جليد snow mobile يعني زحافة جليد ودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن زحافة او عربة وسيلة يعني بنتنقل بها في الجليد او التلج يبقى الجليد السنو اللي هو ايه؟ اللي هو التلج يبقى عندي ايه؟ طيب بعد كده يا حلوين عندي ايه؟ عندي نانوك ذا انويت بوي يعني ايه؟ يعني نانوك لو تفتكروا انينا قولنا قبل كده اني الانويت او الاسكيمو اللي هما الناس اللي بعيشوا في الاماكن الجليدية يبقى عندي طفل او عندي بوي ولد اسمه نانوك نانوك ده اسمه اللي هو الطفل او الولد اللي بيعيش فيه منطقة الاسكيمو او طفل الاسكيمو طيب اكيد بيعيش حياة ايه اكيد بيعيش حياة في مناطق جليدية فهتبقى حياة مختلفة تعال نشوف مع بعض بيقضوا حياته ازاي اول حاجة بيقول لي نانوك لفز ان لابرادور ان كندا يعني نانوك بيعيش فيه اللابرادور في كندا he and his family live in a house in a small village with shops and a school يعني هو بيعيش هو واسرته في منزل في قرية صغيرة فيها محلات وفيها ايه وفيها مدرسة during the year واثناء السنة نانوك and his family sometimes move around يعني ايه يعني في اثناء السنة نانوك وعلته بيعملوا ايه move around يعني بيتحركوا يبقى عندي move around يعني بيتحركوا there is a lot of snow where he lives يعني فيه جليد او فيه تلج كتير في المكان اللي هو عايش فيه so they don't travel by car علشان كده مش بيسافروا بالعربية they travel by snowmobile يعني بيسافروا بايه زي ما قلنا بيه الزلاجة او الزحافة الجليدية dog sleds الزحافة اللي بيجرها الايه dogs او الكلاب and boats و القوارب when they stay overnight اوكي طيب بعد كده فيه ايه يبقى زي ما قلنا انهم مش بيسافروا بالكار علشان فيه جليد وما اللي بيسافروا بايه بيسافروا بالsnowmobile والdog sleds والboats تمام بعد كده they make iglows they make iglows iglow اللي قلنا عليه الكوخ بتاع الاسكيمو اللي مصنوع من الجليد او اللي معمول من الجليد out of snow يبقى iglows معمولة من السنو او التلج to keep them warm علشان تخليهم دفيين او تحافظ على دفقهم طيب ده بالنسبة للوينتر او الشتاء طيب in the summer بيحصل ايه يبقى في فصل الشتاء هما بيعملوا iglows iglows اللي هي زي ما قلنا الاكواخ اللي مصنوعة من الجليد طيب in the summer يعني في فصل الصيف بيعملوا ايه بيعملوا tense او خيام مصنوعة من animal skin جلود الحيوانات nanook learns to hunt and fish with his dad طيب nanook يعني يتعلم to hunt hunt يعني يصطاد ولكن يصطاد حيوانات انما fish يصطاد ايه يصطاد سمك يبقى عندي hunt يصطاد حيوانات وعندي fish يصطاد اسمك with his dad مع والده and they eat polar pears وبياكلوا الدببة القطبية fish اللي هو السمك and seaweed والseaweed اللي هي ايه اللي هي الاعشاب البحرية يبقى بياكلوا polar bear والfish والseaweed طيب بعد كده in the summer يعني في فصل الصيف يبقى كده احنا مكملين في فصل الصيف nanook and his family nanook وعائلته wear simple clothes wear simple clothes يعني بيرتدوا ملابس بسيطة but in winter يعني في الشتاء بيلبسوا ملابس تقيلة تعال نشوف الملابس التقيلة دي when it's very cold لما الجو بيبقى بارد جدا they wear warm soft boots and long coats made from animals can't يبقى عندي فصل الصيف وعندي فصل الشتاء في فصل الصيف بيرتدوا simple clothes ملابس بسيطة او ملابس خفيفة يعني طيب in winter الجو بيبقى ايه very cold بارد جدا هيلبسوا ايه هيلبسوا boots اللي هي زي ما قلنا البوت او الاحذية الطويلة دي عبارة عن بوت دافية وفي نفس الوقت نعمة وبيلبسوا معاطف طويلة او بلتو يعني طويل اللي هو long coats made from animal skins مصنوع من جلود الحيوانات علشان طبعا التدفئة nanook works hard nanook بيعمل بجد but he also has a lot of hobbies ولكن برضو عنده ايه عنده hobbies كثيرة هوايات كثير زي ايه مثلا he likes to play ice hockey يعني هو بيحب يلعب ايه ice hockey لعبة الهوكي الجليدي snowboard snowboard يعني الالواح الجليدية او لوح الجليد and ice skate ice skate يعني التزحلق على الجليد التزحلق على الجليد يعني بيتزحلق على ايه على التلج he has a good life يعني عنده حياة جيدة ولكنها طبعا مختلفة عن حياتنا بسبب ظروف المعيشة حواليه he likes the outdoors he likes the outdoors يعني هو بيحب ايه هو بيحب الخروجات او الخروج فين الخروج في ال outdoors يعني الاماكن اللي برا and enjoys learning the traditions and his hobbies وبيحب ايه وبيحب او بيستمتع بيتعلم traditions التقاليد وهواياته يبقى زي ما قلنا نانوك حياته مختلفة عن حياتنا ولكنها ممتعة وهو بيحبها جدا وبكده يا حلوين انتهت رحلتنا مع نانوك وانتهت معاها يونت ناين ونتقابل قريب جدا بإذن الله في يونت ناين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا